العقد الدامي هو الاسم الذي اختارته الشبكة السورية لحقوق الانسان لتصف فيه الانتهاكات ضد المدنيين على امتداد الجغرافيا السورية خلال عام 2020 الشبكة وثقت في تقرير اصدرته يوم امس الثلاثاء مقتلى 1700 شخص في سوريا الحصة الاكبر منهم لنظام الاسد ب432 قتيلا ثم داعمه الروسي ب211 قتيلا وبين مجمل القتلى 62 طفلا و48 سيدة بالاضافة الى 157 شخصا قتلوا تحت التعذيب بينهم 130 شخصا في سجون النظام كما تم تسجيل 222 مجزرة قالت ان نظام الاسد وروسي ارتكباها مناصفة في سوريا ووثقت الشبكة مقتلى 21 مدنيا على يد تنظيم الدولة و26 اخرين بينهم امرأة على يد هيئة تحرير الشام اما قوات سوريا الديمقراطية فقتلت 63 مدنيا بينهم 11 طفلا و3 نساء وكانت حصة فصائل المعارضة 27 قتيلا بينهم 9 اطفال و4 نساء و947 مدنيا قتلوا على يد جهات اخرى لم يسمها التقرير التقرير اشار الى ان 850 الف شخص تعرضوا للتهجير القصري خلال العام الماضي 90% منهم هجروا بسبب عمليات قوات نظام الاسد وداعمها الروسي ودعت تقرير مجلس الامن الى اتخاذ اجراءات اضافية لوقف الهجمات ضد المدنيين ومساعدة المعتقلين والمختفين قسريا في سوريا كما قدم توصيات الى المجتمع الدولي تطالب بادانة مرتكبي الجرائم والمجازر ودعم مسار المحاسبة القضائية للاشخاص المسؤولين عن تلك الجرائم العام الدامي 2020 يرحل تاركا حملا ثقيلا للعام الحالي وهو العام الذي يأمل فيه السوريون حلا لربما ينهي مأساتهم المزمنة او يخفف منها